وزنة 2023 تخلو من تخصيصات مالية لمعالجة المخاطر والأزمات البيئية والتغير المناخي أيضاً متى داعية ذلك على العراق بداية؟ مساء الخير عليكم زملائي الأعزاء وعلى كادركم وعلى المشاهدين الأعزاء هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها تخصيص مبالغ لوزارة البيئة لا تستسوها رواتب ومشاريع بسيطة بيها في حين أن هناك الجفاف التصحر نقص المياه هي من الظواهر الخطيرة في العراق الحكومة العراقية لم تنتبه إلى هذا الموضوع وكأن العراق كأي دولة أوروبية يعيش في فرخاء يعيش في موجودة مياه بي موجود لا يوجد هناك تصحر أو غيرها المهم أن الحكومة العراقية يجب أن تنتبه إلى كل هذا وتخصص مبالغ إضافة إلى أن يكون هناك قوانين خاصة بهذا الموضوع العراق يعاني منذ سنوات من قلة الإطلاقات المائية وهو ما بدأ يظهر سلبيا على الأراضي وعلى الجفاف وعلى غيرها العواصف الترابية والغبارية بدأت تؤثر على العراق هناك الكثير من حالات الاختناق سلبيا التي تؤثر على أطفال العراق ومواطنين يجب أن يكون هناك انتباه أكثر إلى هذه الظواهر وإلا فنحن أمام كارثة خطيرة قد تحل بالعراق يجب التفاوض مع دول الجوار بخصوص الحصص المائية واتخاذ هذا جديا وإمكانية تخصيص أموال لهذه الظواهر اشتركوا في القناة